أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن مملكة البحرين وبتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء قدمت للشباب البحريني فرص الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وابتكاراتهم وغرست في نفوسهم قيم ومبادئ تحقيق الريادة والأمل في الحاضر والتطلع إلى المستقبل وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد في تصريح بمناسبة يوم الشباب الدولي إن مملكة البحرين عملت على وضع خطة واستراتيجية واضحة المعالم للعمل على تمكين الشباب في كفة المجالات وتوفير الفرص أمامهم ليكونوا قادة المستقبل وإشراكهم في المبادرات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر أفكارهم التي أمنون بها والتي تمثل الطريق الأنسب للوصول إلى الأهداف الأممية باعتبار الشباب هم الأقدر على توصيف المستقبل كما قال سموه إن الشباب هم الطاقة الأساسية والمحرك الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة وثقتنا كبيرة في شبابنا الذي يشارك نظراءه من العالم الأفكار والمبادرات للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل معهم برؤية مستقبلية واعدة لبناء عالم تسوده التنمية ويرتقي بالاقتصاد المثالي القائم على الأسس الخضراء التي تحمي عالمنا من كفة النواحي وتحمي في ذات الوقت البيئة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى الحرص على تأمين بيئة مواتية تنعم الشباب البحريني في كافة المجالات والعمل على تحسين البرامج والمبادرات والابتكارات المعنية بتنمية القدرات والمهارات ودعم رواد الأعمال ومشروعاتهم القائمة على الأسس الخضراء للاقتصاد البحريني والعمل على تعزيز دور الشباب لما يملكونهم من قدرات على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة النمو الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وعرب سموه عن ثقته في شباب مملكة البحرين بموصلة العمل وتقديم المبادرات والأفكار التي توصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة